السلام عليكم اليوم رح فرجيكم طريقة رسم الشعر على الصور الخاصة فينا يعني نعمل لها تعديل ونطلع الصور تبعتنا بأفضل طريقة وتكون طريقة احترافية فزي ما تشايفين هذه الصورة اللي احنا رح نعدل عليها رح نخليها تطلع معنا مثل هذه الصورة اللي انتو شايفينها بخطوات يعني بسيطة وسهلة واذا كنت طبعا يعني حاب تعمل صورك بهذه الطريقة اللي احنا شايفينها فما عليك الا تطبق الخطوات اللي رح نشرحها في هذا الفيديو طيب رح نروح مباشرة على معرض الصور اللي موجود عنا على الموبايل ونختار الصورة اللي احنا حابين نعمل لها تعديل طبعا هون انا رح اختار مثلا هذه الصورة اللي احنا شايفينها طبعا رح تفتح معك الصورة وتعمل لها مشاركة عن طريق موبايلك طبعا مشاركة باستخدام تطبيق اسمه اوتو ديسك طبعا رح اضيف لكم رابط هذا التطبيق في موقعنا والرابط رح تلاقي موجود معك في الوصف الخاصة بالفيديو وكمان شغلة ثانية انه في بعض الخصائص او بعض الخيارات اللي رح استخدمها ممكن يعني ما تكون متوفرة في النسخة المجانية طيب بعد ما نفتح الصورة زي ما احنا شايفين رح نروح على هذا الخيار اللي موجود عنا فوق طبعا رح تعطيناك كل انواع الفراشي اللي احنا ممكن نستخدمها في الرسم رح نختار مثلا هذه الفرشة طيب رح نرجع للصورة تبعتنا ونعمل لها التكبير نكبر الصورة على الاخر علشان تسهل عملية الشغل ورسم الشعر على الصورة بعدين مباشرة تبلش ترسم الشعر على الصورة طبعا يعني على شكل يعني قوس خفيف زي ما انت شايف طبعا عملية الرسم يعني بدها شوية وقت يعني بدك تبلش تعمل فيه الشعر بشكل كامل وعلشان هيك انا رح اسرع الفيديو شوي علشان ما يكون يعني الفيديو طويل لانه باخد شوية وقت اثناء عملية الرسم طبعا بتخلص كامل اه الشعر اللي موجود عندك على الصورة وكمان يعني حاول وانت بتعمل فيه رسم الشعر انه يكون عندك الشعر يعني بطريقة يعني مرتبة ما يكون يعني بشكل عشوائي طبعا خلصنا من عملية الرسم طيب نزبط شوي الصورة من الامام الشعر اللي هو الغرة لانه مش صاب طبعا مزبوط طبعا هيك احنا خلصنا من عملية رسم الشعر طب رح نضيف خطوط على الشعر او ضربات الشعر اللي هي الصرعة الجديدة رح نروح على نفس الخيار اللي موجود عندنا فوق ونختار منه اللي هو القلم اللي موجود عندنا تحت اللي موجود عليه حرف الف طب رح ترجع على الصورة ونختار منها خيار اللون اللي موجود عندنا فوق ونختار خيار امتصاص اللون طبعا تضغط على البشرة علشان يطلع معنا اللون نفس اللون الخاص في البشرة رح تكبر الصورة زي ما انت شايف وترسم الخطوط اللي انت بالدكية رح ارسمنا ثلاثة خطوط زي ما انت شايف يعني هذا اللي طلع معنا في الرسمة طيب هيك انتهينا من اضافة الخطوط نيجي على اضافة لون على الشعر نروع على اداة الفراشي اللي موجود عندنا فوق ونختار منها اداة ثانية طبعا اسامي الفراشي مش موجودة عندي رح اختار هذه الفرشاء اللي احنا شايفينها ونرجع على الصورة وندخل على الالوان قبل ما نعمل اي اشي نختار مثلا اللون الاصفر رح نكبر الصورة شوي ونرسم اي خط بدنا اياه على شكل مائل بهذه الطريقة نرجع على اداة اللون ونحاول نختار مثلا اللون ثاني مثل الازرق ونعمل كمان خط بجانب الاصفر نرجع كمان مرة على الالوان نواخد مثلا اللون الاحمر ونفس الخطوة بنعملها كرسمي على الصورة طبعا يعني بعد ما تنتهي من عمل الصورة او من تصميم الصورة بامكانك تعمل سيف للصورة تبعتك تدخل على هذا الخيار وبتروح على الجاليري وبتعمل حفظ كنسخة جديدة للصورة تبعتك وفي النهاية اخواني اذا عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنسانا من اللايك والاشتراك نشوفكم ان شاء الله في شرح جديد في امان الله